أعقدت جمعية وطن لحقوق الإنسان الأربعاء مؤتمرا صحفيا للحديث عن إطلاق مؤتمر الممر الأمن المنوي عقده قريبا والذي يتمحور حول توثيق الفكر وأليات تطبيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة رئيس جمعية وطن لحقوق الإنسان لورانس عواد أكد أن هذا الدور لن يقوم به إلا أصحاب الفكر من الإعلاميين فهم الأقدر على توصيل الرسالة للجميع وللمجتمع بأكمله والذي يأخذ على عاتقه هذا الدور الوطني الكبير وهذا المؤتمر يعتبر انطلاقة أكاديمية ومنهجية تزاهم ولأول مرة في طرح الورقة النقاشية الملكية السادسة لورانس عواد رئيس جمعية وطن لحقوق الإنسان بالأول بنترحم على شهداء الوطن ورحمة الله على كل الشهداء في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم كان عندنا اجتماع ومؤتمر صحفي الأول للحديث عن أهمية المؤتمر الممر الأمن مؤتمر الممر الأمن اجت فكرته من رؤيتنا للورقة النقاشية السادسة لجلال سيدنا الله يطول عمره بحيث انه استشفين انه لابد من ان يكون هناك دور نقوم به كجمعية وطن وهو الدور المأمول الذي اضطرق له جلال سيدنا حفظ الله ورعاه بالإضافة إلى انه رؤيتنا احنا للممر الأمن هي رؤية جلال سيدنا إلى النهوض بالأردن من خلال التوعية والثقافة المجتمعية مؤتمر الممر الأمن رح يكون هناك على ثلاث محاور المحور الأول مؤتمر شعبي بخاطب كل شرائح المجتمع الأردني ورح يكون هناك لقاءات وحوارات مع المجتمع الأردني المحور الثاني وهو محور أكاديمي متخصص سيعقد مع احدى الجامعات في الأردن بإذن الله تعالى في النصف الثاني من السنة القادمة رح يكون معنا أيضا ملاسق لهذا الطريق هبة وطن وهو عبارة عن ميثاق رح يكون من الشعب الأردني ورنأمل أن يتم توقيع أكثر من مليون أردني على هذا الميثاق من خلال عمل الشباب والتنسيق ومن هنا أنا بدأ أوجه شكر كبير وحقيقي إلى كل الشركاء معنا من المنظمين ومن أوائل المنظمين اللي هي العليا لهذا المؤتمر ومن جميع المشاركين معنا من المواقع الإلكترونية والمواقع الإخبارية وجميع الشخصيات اللي واقفة معنا وبناشد كل الأخوان أنهم ينضموا لهذا العمل الشعبي الوطني الكبير وعلى رأسهم هيئة شباب كلنا الأردن الله يعطيهم العافية ونشكر لهم وقفتهم معنا والسعدادهم لتقديم أي خدمات نحن ممكن نتشارك إحنا وياهم فيها واجتهدت جميع وطن لحقوق الإنسان وانطلاقا من شعورها بأهمية شراكة معها مبينة على الورقة النقاشية الملكية السادسة ما هي إلا خريطة طريق لمستقبل أردني بدولته المدنية فحاجتنا إلى كل نقطة ضوء فيها وتسليط الرأي حازم السردي الحقيقة الدولية